موسيقى نشط الأخبار الرئيسة تاتيكم من قناة الاقتصادية الأولى وهذه أبرز وعناوينها رئيس الجمهورية يواصل زيارته لجمهورية الصين الشعبية لليوم الرابع يكشف عن استثمارات صينية ضخمة بالجزائر في الأفق وزير وسيد البحري يكشف عن إطلاق بطاقة رقمية لمهني القطاع بداية من سبتمبر المقبل موسيقى شركة تستا للسيارات الكهربائية تسجل ورادة قياسية خلال السنة الجارية موسيقى مشاهدين أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة وفي البداية كدر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون صباح اليوم الخميس ببكين أن نتائج زيارة الدولة التي يقوم بها إلى الصين إيجابية جدا مبرزا أن المشاريع والاتفاقيات التي أبرمت مع الجانب الصيني ستعود بالمنفعة المتبادلة على البلدين وضافا هذه الزيارة ستفتح كافة أفق الاستثمار بين البلدين الصديقين المزيد من التفاصيل في تقرير لحسام غربي 36 مليار دولار هي القيمة المالية التي ستذخها الصين على شكل استثمارات بالجزائر ستشمل مجالات مختلفة كالصناعة، التكنولوجيا الحديثة، اقتصاد المعرفة، النقل والزراعة حسب ما كشف عنه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال تواجده بجمهورية الصين الشعبية هذا وكانت قد وقعت الجزائر والصين على مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بمجموعة 19 اتفاقية شملت قطاعات مختلفة ومجالات عدة للتعاون المشترك الرئيس تبون من جهته وصفها بالمشروعات والاتفاقات الضخمة والتي تعود بمنافع متبادلة بين البلدين مؤكدا أن هذه الزيارة فتحت كافة أفاق الاستثمار كما تعد فرصة لرفع العلاقات الاقتصادية مع بيكين إلى مستوى العلاقات السياسية التاريخية المتجذرة في حين يرى مراقبون أن العلاقة بين الجزائر والصين التاريخية أضحت أكثر متانة في العقدين الأخيرين خاصة مع توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين سنة 2014 وانضمام الجزائر بعدها إلى مبادرة الحزام والطريق رسميا سنة 2019 ثم الخطة الخماسية الثانية للتعاون الاستراتيجي الشامل مع الصين لسنوات 2022-2026 شراكات تسعى من خلالها الجزائر تعميق الشراكة الاقتصادية وتعزيز التعاون العملي مع التنين الصيني في كافة المجالات والعمل على زيادة حجم التبادل التجاري وتسهيل صادرات الجزائر غير النفطية إلى الصين وزيادة حجم الاستثمارات النوعية الصينية بين البلدين في ظل الامتيازات المتعددة التي يقدمها قانون الاستثمار الجديد هذا والتقى رئيس والجمهورية عبد المجيد تبون صباح اليوم ببكين بممثلين عن أفراد الجالية الوطنية المقيمة بالصين واخرى لهذا اللقاء استمع الرئيس إلى انشغالات مختلف المتدخلين من الحضور لسيما الطلبة ورجال الأعمال المقيمين بالصين كما أكد رئيس والجمهورية أن نتائج زيارة الدولة التي يقوم بها إلى الصين إيجابية مبرزا أن المشاريع والاتفاقية التي أبرمت مع الجانب الصيني أي مشاريع ستعود بالفائدة على البلدين مضيفا أن هذه الزيارة فتحت كافة أفاق الاستثمار بين البلدين الصديقين هذا واشد رئيس الجمهورية ونظره شيجين بينغ بتطور حجم العلاقات الاقتصادية وتجارية بين البلدين التي ترجمت في شكل مشاريع مستقبلية تفصل فيها إيمان واد في التقرير التالي عقب المحادثات التي جمعت بين رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون والرئيس الصيني شيجين بينغ أكد الطرفان عزمهما على تعميق الشراكة الاقتصادية وتعزيز التعاون العملي بينهما في كافة المجالات وزير طاقة والمناج محمد عرقاب من جانبه أكد أن المؤشرات الاقتصادية الحالية تجعل من الجزائر سوقا مهما وبلدا استراتيجيا لاستقطاب المستثمرين معتبرا أن العلاقات الجزائرية الصينية في مجال الطاقة والمناجم متميزة واستراتيجية داعينا الشركات الصينية إلى المزيد من الانخراط واستقطاب التكنولوجيات في القطاع أما وزير الصناعة والانتاج الصيدلاني علي عون فقد أكد أن قطاعه قام بتوقيع العديد من الاتفاقيات مع الشركات الصينية أهمها تخص شركة صيدال وانتاج الأنسلين محليا قمنا بإمضاع العقود ما بين الشركات خواص والعمومي في ميدان الصيدلة صيدال اليوم بالعقد هذا الإمضاع مع الصيني رحين ينطلقوا في صناعة المواد الأولية المتخصة الأنسلين لكريستو وهذه بش تخلينا تكون صناعة مضمونة وبالأخص للسوق الإفريقي أما وزير التجارة طيب زيتوني من جانبه فقد أكد أن زيارة الدولة التي قام بها رئيس الجمهورية إلى الصين حققت نتائجا تجارية واقتصادية ممتازة آفاق كبيرة لكل مجالة التصنيع والاستثمار والتصدير والاستيراد وأمور أخرى استراتيجية وجيوسياسية اليوم حجم التبدل يقارب بتاعة مليار دولار لكن هو مرجح لصالح الصينيين نأمل أن يكون متعاملين الاقتصادين بمختلف تخصصاتهم أننا نطلع في حجم صادراتنا إلى الصين لأن اليوم فيه حواجز جمركية حواجز قانونية حواجز صحية حواجز تقريبا تنظيمية وبيرقراطية زيارة الرئيس تابون إلى جمهورية الصين الشعبية حملت في طياتها العديد من الفرص الاقتصادية لتعزيز تبادل التجاري بين البلدين وفي موضوع نخر اختتم واختتم مجلس الأمة اليوم دورته البرلمانية العادية الفين واثنين وعشرين الفين وثلاثة وعشرين في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس صالح كجيل بحضور رئيس المجلس الشعبية الوطنية إبراهيم بغالي والوزير الأول أيمن بن عمد الرحمن إلى جانب أعضاء من الطاقم الحكومي تفاصيل الجلسة في تقرير ولأ بربالة قوانين عدة في مجالات مختلفة مرت على أعضاء مجلس الأمة خلال سنة كاملة لا سيما في المجال الاقتصادي الذي عرف محاور هامة متعلقة بالقطع المالي تمت المصادقة عليها كانت أول هذه القوانين قانون المالي التكملي لسنة الفين واثنين وعشرين الذي تمت المصادقة عليه بالأغلبية القانون تضمن إجراءات وتدابير تصحيحية بالإضافة إلى تغطية النفقات الجارية الإضافية وذلك بهدف المحافظة على القدرة الشرائية وتحسين المستوى المعيشي للمواطن وحمايته من أثر الضغوط التضخمية الناجمة عن الوضع الاقتصادي العالمي تمت أيضا مناقشة خطة استرجاع أموال السوق المخفي والذي تصب معظم أحكام هذا القانون في إجراءات استثنائية لاسترجاع أموال السوق الموازية التي قدرت بقرابة 90 مليار دولار كما يهدف القانون إلى فتح مكاتب صرف وتطويق السوق السوداء للعملة الصعبة مع استحداث الدينار الرقمي الجزائري لأول مرة ومواصلة لتطبيق برنامج الحكومة للإصلاح المالي صادق أعضاء مجلس الأمة وبالإجماع على نص القانون النقدي والمصرفي الذي يأخذ بعين الاعتبار إنعكاسات التطور التكنولوجي على القطاع المصرفي لا سيما فيما يتعلق بإدخال العملة الرقمية للبنك بالإضافة إلى توسيع مهمة بنك الجزائر في مجال أمن ومراقبة أنظمة الدفع كما تمت المسادقة في جلسة علنية على مشروع قانون يحدد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملكة الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية ويهدف هذا المشروع إلى إزالة العرقيل التي يواجهها المستثمرون فيما يتعلق بالحصول على العقار الاقتصادي مع إدراج تسهيلات وامتيازات وكان آخر القوانين التي صادق عليها مجلس الأمة القانون المحدد للقواعد المتعلقة بالصفقات العمومية حيث يحدد هذا الأخير المبادئ الأساسية والقواعد العامة لإبرامي الصفقات العمومية خاصة حرية الوصول إلى الطلبات العمومية والمساواة في معاملة المترشحين وهو ما من شأنه تعزيز وترقية الحكامة المانية في إطار الإصلاحات الاقتصادية التي بشرتها الدولة إذن وكما تبعتم مشاهدين كان قانون المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية كان آخر قانون صادق عليه أعضاء مجلس الأمة نهاية الأسبوع جري القانون الذي جاء بجملة من الإجراءات والتدابير نتابعها في تقرير لهاجر شاحي جملة من الإجراءات والتدابير الرامية لتعزيز الشفافية والتطوير الرقمن وإشراك المؤسسات الناشئة هي أهم ما تضمنه القانون المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية المسادقة عليه من قبل مجلس الأمة الإجراءات التي تضمنها القانون الجديد تستند إلى ثلاثة مبادئ أساسية تتمثل في حرية الوصول إلى الطلبات العمومية والمساواة في معاملة المرشحين وشفافية الإجراءات للوصول إلى تأطير أفضل للصفقات العمومية بمراعاة التغيرات العميقة للوضع الاقتصادي للبلاد من خلال تعزيز الإنتاج لا سيما في المؤسسة الناشئة الحاملة للعلامة وأيضا المؤسسات الصغيرة والمتوسطة نص القانون الجديد يهدف أيضا إلى تشجيع استخدام الطاقات المتجددة لحماية البيئة والتنمية المستدامة حيث تم تكريس نظام إبرام الصفقات العمومية بصفة إلكترونية ما سيسمح بمراقبة الإجراءات وإبرام ومنح الصفقات ذات الأهمية الوطنية وفي مجال مكافحة الفساد فالقانون الجديد يتضمن إعداد مدونة أدبيات وأخلاقيات المهنة واجهة إلى المسؤولين والموظفين العموميين المشاركين في إبرام الصفقات العمومية وتنفيذها ومراقبتها ومن بين التدابير المستحدثة من خلال القانون الجديد إنشاء المجلس الوطني لصفقات العمومية الذي يعتبر هيئة تحكيم إدارية مستقلة تكل له مهام إبداء الرأي في نزاعات ناجمة عن تنفيذ الصفقات العمومية مع المتعاملين الأجانب من خلال لجنة متعددة الاختصاصات أعلن أوزير الفلاحة والتنمية الريفية محمد عبد الحفيظ هني على هامش اختتام الدورة البرلمانية العادية لمجلس الأمة 2022-2023 أعلن عن تنفيذ جملة من التدابير التحضيرية التي ستتخذ في أقرب الآجال لإنجاح الموسم الفلاحي 2023-2024 مشيراً في ذات السياق إلى مجموعة من رجراءات المتخذة لحماية كافة الفلاحين وتحصين الأنشطة الزراعية ضد مختلف المخاطر التي من الممكن أن تهددها أما وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية أحمد بداني فتوقع اليوم الخميس لدى نزوله ضيفاً على برنامج ضيف الصباح للقناة الإذاعية الأولى أن تسمح صادرات التونة بتوفير 27 مليون دولار من فاتورة الصادرات عام 2023 معلناً عن تفعيل بطاقة رقمية للصيدين شهر سبتمبر المقبل المزيد من التفاصيل في تقرأ لإناس بوزيان بعد الارتفاع الذي سجلته صادرات سمك التونة الحمراء الحية خلال الموسم الحالي وبكمية قدرت بـ 2023 طن مما سمح بتوفير قرابة 27 مليون دولار الأمر الذي جعل من وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية يعلن عن تفعيل بطاقة رقمية للصيدين اعتباراً من شهر سبتمبر القادم وهذا لاستفادة مختلف الفاعلين في القطاع من مجموعة من الخدمات تأتي قضية الرقمنا لتسهيل كل ما هو إداري والقضاء على كل ما هو بيرقراطي وبالتالي على غرار كل القطاعات الاقتصادية الأخرى قطاع الصيد البحري وتربية المائيات أيضاً قبل يومين كنا قد بادرنا بإطلاق المنصة الرقمية أو مجموعة في الواقع من المنصة الرقمية والتي تتعلق بمنخريطي الغرفة الجزائرية الصيد البحري وتربية المائيات وكان لأول مرة سيتم وضع قيد الخدمة البطاقة الرقمية للصيد متطلعاً إلى رفع القدرات الانتاجية الوطنية لللحوم السماكية بالاعتماد على برنامج وطني لبناء السفن هو ما أكد عليه الوزير للرقي بهذه الشعبة تكون تعمل على مدار السنة ولكن أيضاً كما أسلفت لا بد من تقييم وتوجيه الصيادين وبهدف ضمان مردودية القطاع وتثمينه ستعمل الحكومة بدءاً من سبتمبر القادم في تقييم الثروة السماكية لأعالي البحار بالشريط الساحلي الجزائري من أجل تحديد عدد السفن التي يمكن استخدامها لاستغلال هذه الثروة البحرية وجعلها قيمة مضافة للاقتصاد الوطني أجرى مجمع صنط راك الخميس تمرين محاكاة لحدث على مستوى مركز توزيع وتخزين الوقود تابع للشركة الفرعية نفطال المتواجد بودعيس بولاية زيوزو وحسب ما فاد به بيان للمجمع فإن التمرين الذي أجري الخميس على الساعة التاسعة صباحاً يندرج في إطار البرنامج السنوي المسطر من طرف مركز القيادة التكتيكية لقطب الجزائر العاصمة لمجمع صنط راك وأشارك في هذا التمرين كل من مصالح الحماية المدنية الأمن الوطني والدرك الوطني والمصالح الاستشفائية لمستشفى محمد نذير بيتزيوزو كشف وزير وتعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري أنه تم تفعال المنصة الرقمية للدروس المرئية عبر الخط لتعليم اللغة الإنجليزية للحاصلين الجدد على شهادة البكالوريا وأشار بداري في منشور له عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك أن حملي شهادة البكالوريا الجدد رغبين في تحصين مستواهم في اللغة الإنجليزية لبلوغ بي اثنين أنه تم إدراج اليوم الخميس منصة أو المنصة الرقمية للدروس المرئية عبر الخط ماسيف أوبين أونلاين كورسس وهذا إلى غاية العشرين من سبتمبر الفين وثلاثة وعشرين على غرار باقي الجامعات والمدارس العليا بالوطن تستعد المدرسة الوطنية العليا لعلوم البحر وتهيئة السحل لاستقبال الطلب الجدد حاملي شهادة البكالوريا بالاعتماد على أنظمة رقمية مئة في المئة تساهم في تسهيل الخدمات الإدارية والتعلمية بقي التفاصيل مع عمل النجاة المدرسة الوطنية العليا لعلوم البحر وتهيئة الساحل على أهبة الاستعداد لاستقبال الطلبة الناجحين في شهادة البكالوريا تحت شعار صفر ورقة إذ سيتم لأول مرة الاستغناء على النظام الورقي لصالح التطبيقات الرقمية قامت المدرسة الوطنية العليا لعلوم البحر وتهيئة الساحل تحقيق زيارة بالواقع الافتراضي زيارة للمدرسة ووضعناها عن طريق رابط إلكتروني موجود في الموقع المدرسة وهذا باش نمكن الطلبة المتحصلين على شهادة البكالوريا اللي حبين يتعرفوا على المدرسة يقدروا يتعرفوا عليها بلا ما يجيوا ديجيروسيكسي هي شركة ناشئة متخصصة في أجهزة المحاكات ثلاثية الأبعاد والواقع الافتراضي مع المدرسة خدمنا على قرامج محاكات بالواقع الافتراضي من أجل تسهيل أو تحسين الفهم على مستوى الأعمال التطبيقية قفزة نوعية تعرفها هذه المدرسة تتمثل في رقمنة الختمات داخل الجامعة كالمكتبة وكذا استحداث الزيارة الافتراضية للمدرسة التي لقت استحساناً كبيراً من طرف الطلبة النظر من البيبليوتكي في الرتور الذي ستسهل علينا أن نذهب هنا وندخل رائع من المليون المريح فلسيتي أو مريح ماشمبرولا في الدار وندخل إلى كونسولتي الليبر اللي نحتاجه والأرتيكلي اللي نحتاجه على الجال الميموار ديالي تأتي هذه الإجراءات في سبيل تجسيد تعليمات الحكومة الرامية إلى تعميم رقمانة كل القطاعات بما فيها التعليم العالي والبحث العلمي باعتبار المجال الرقمي آدات أساسية لتطوير المنظومة التعليمية وتيسير استخدام الخدمات الجامعية من طرف الطلبة دوليا قال دبلوماسي من دولة جنوب أفريقيا 22 دولة تقدمت رسميا بطلبات للانضمام إلى المجموعة الاقتصادية بريكس وصرح أنيل سوكلال سفير جنوب أفريقيا لدى بريكس للصحفيين اليوم الخميس في جوهانسبورغ بأن عددا مماثلا قد سعى أيضا بشكل غير رسمي للانضمام إلى المنظمة التي تشمل البرازيل الروسية الهند الصين وجنوب أفريقيا وقال سوكلال في وقت سابق أن دولا من بينها الجزائر وسعودية وإيران قد طلبت رسميا الانضمام إلى عضوية بريكس في حين أن دول التي أعربت عن رغبتها في الانضمام تشمل الأرجنتين، مصر البحرين وإندونسيا تسعى تركيا لزيادة صدرتها إلى 265 مليار دولار خلال العام الجاري و285 مليارا العام المقبل وذلك لتحسين الوضع المعيشي وتوفير فرص عمل جديدة وزيادة الانتاج، ما سيسم حتما إذا تم تجاوز كافة العقبات التقرير لفاطمة زائري البنى التحتية القوية والموقع الاستراتيجي الهام هو ما تستند عليه تركيا في قطاع الصادرات التي تساعدها على تحقيق النمو والوصول إلى أقوى عشر اقتصادات في العالم الأرقام المسجلة للصادرات التركية على مدار الخمس سنوات السابقة تظهر نموا ملحوظا حيث انتقلت من 157.1 مليار دولار سنة 2017 إلى 254.2 مليار دولار العام المضي في حين سجل عدد من الصناعات نموا متزايدا على غرار قطاع السيارات الذي بلغ معدل نموه خلال النصف الأول من العام الجاري 13% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وقطاع الآلات والمعدات والمنسوجات الذي سجل في 2017 14.6 مليار دولار وارتفع هذا الرقام خلال العام الماضي إلى 25.3 مليار دولار فضلا عن المنتجات الغذائية والزراعية والملابس الجاهزة والصناعات الدوائية والكيميائية التقلبات الاقتصادية الأخيرة التي يشهدها العالم من أهم العقبات التي قد تؤثر على خطة تركيا لتنمية صادراتها وبالرغم من ذلك فحسب متابعين هناك عوامل عدة يمكن أن تساعد على تجاوزها من بينها اتفاقية تجارة الحرة التي توقعها تركيا مع عدد من الدول لتقليل الحواجز التجارية وتشجيع الاستثمارات الأجنبية وكذا دعم أنشطة البحث والتطوير أعلنت شركة تسلا الأمريكية عملاق صناعة الكهربائية تحقيق أعلى إرادات في تاريخ الشركة والتي بلغت أرباحها 1.19 مليار دولار مدعومة بزيادة عمليات تسليم السيارات ومبيعات الاعتمادات التنظيمية البيئية لشركة صناعة السيارات الأخرى سهام حماش وباقي التفاصيل إرادات قياسية حققتها شركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية في الفترة ما بين شهر أفريل إلى شهر جوان حيث بلغت 24.9 مليار دولار مدفوعة بزيادة في التسليمات بعد تخفضة الأسعار التي أقرتها الشركة سياسة خفض الأسعار التي أنتهجتها الشركة جاءت بهدف إنتاج 500 ألف سيارة وتسليمها هذا العام بالاعتماد على زيادة ربع سنوية في الإنتاج فقد ارتفع عدد المركبات التي سلمتها خلال الربع الأخير إلى 466.140 مركبة مقابل 254.695 مركبة قبل عام هذا وقد بلغت القيمة السنوية للشركة 395.5 مليار دولار كما أظهرت نتائج أعمال صانعة السيارة الكهربائية أن صاف الدخل بلغ 2.7 مليار دولار في ثلاثة أشهر المنتهية بزيادة 20% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق وهي الأكبر بين جميع صناعة السيارة العالمية خاصة بعد كسبها ثقة المستثمرين في مستقبل السيارة الكهربائية وتحولها من صانعة سيارة متخصصة إلى شركة عالمية رائدة في مجال السيارات وفي الرياضة تتجه إدارة نادي منشستر سيتي الإنجليزي للإعلان عن راحل نجمها الدولية الجزائري رياض محرز عن صفوف الفريق في الميركات الصيفية الجاري ويأتي هذا بعد كشف مدربة سيتي جواردزيولا عن قائمة لاعبيها المعنيين بتربس اليابان التي غبى عنها اسم محرز ومنجهة أخرى كشفت تقارير إعلامية توصل إدارة الأهل السعودي لاتفاق مع نظيرتها ميناء السيتي لشراء عقد الدولي الجزائري مقابل 30 مليون يورو وبعقد سيربطه مع النادي السعودي إلى غاية 2027 نشاهدين بهذا نكون قد وصلنا إلى ختم النشرة وهذا تذكير بأهم ما جاءكم فيها رئيس الجمهورية يواصل زيارته لجمهورية الصين الشعبية لليوم الرابع ويكشف عن استثمارات صينية ضخمة بالجزائري في الأفق وزير وصيد البحري يكشف عن إطلاق بطاقة رقمية لمهني القطاع بداية من سبتمبر المقبل شركة تستا للسيارات الكهربائية تسجل ورادة قياسية خلال السنة الجارية موسيقى مشاهدين بهذا نكون قد وصلنا إلى ختم نشرتها اليوم في أمان الله اشتركوا في القناة